يا بساء الخير وأهلا بكم في عالم العالمين يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا أنواع كتير من الفنون والرياضة والترفيه في صورة مميزة على أرض العالمين الجديدة كل يوم مهرجان العالمين بيبهرنا بأحداثه اللي فعلا ما بتخلصه التنوع الكبير في الأنشطة اللي بيقدمها سواء كانت فنية أو رياضية أو طرفهية وكمان التنوع اللي شفناه في العروض اللي تم تقدمها واللي لسه هتتقدم ويمكن كمان كم المصرحيات اللي بتتقدم فيه المهرجان واللي لسه هتتقدم فيه الفترة اللي جاية مصرحيات كوميدية هتلاقي غنائية هتلاقي فانتازيا هتلاقي في الويكند هيكون موجود أو رواد العالمين هيكونوا مع حدث مصرحي كبير مع عرض مصرحية البنك سرقو اللي بتجمع نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر كمان المصرحية دي بتعتبر هي التجربة المصرحية الأولى للفنان كريم محمود عبدالعزيز واللي بينتظرها الجمهور بشغف كبير جدا بيشارك في البطولة طبعا نخبة من النجوم أبرزهم أشرف عبدالباقي قس قس مرنة جميل سلوى خطاب سلمان عيد مصطفى بسيط إبرام سمير مصطفى البنة شريف حسني وبيتولى أشرف عبدالباقي مهمة إخراج المصرحية واللي بيضمن لنا تقديم عمل مصرحي متكامل ومتميز أحداث المصرحية بتدور في إطار كاميدي حوالين هروب مجرم خطير من السجن وتخطيطه لسرقة أحجار كريمة من إحدى البنوك واللي بيثير العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات المصرحية هتتعارد بمصرح مهرجان العالمين الجديدة لمدة 3 أيام بدءا من الخميس 22 أغسطس وحتى 24 أغسطس وتم فتح باب الحجز لتذاكر المصرحية على موقع تسكارتي وبتتوفر التذاكر بأربع فئات مختلفة عشان تناسب جميع الميزانيات للجمهور اللي عايز يشاهد ويتفرج على العمل بالحقيقة العمل ده بيشهد تعاون فني جديد ما بين النجمين الكوميديين كارين محمود عبدالعزيز وسلمان عيد ولحققوا نجاح كبير جدا في وقت الكورونا بالذات على التيك توك لما بدأوا مع بعض فيديوز كثيرة قوي لقيت إقبال كبير قوي من الجمهور أو رواد منص التيك توك والمطاقة أنهم يقدموا في المصرحية ثنائي كوميدي متميز بيسعد الجمهور بيه في الحقيقة مهرجان العالمين كمان هيشهد الأسبوع ده انطلاق أول عروض مصرحية دكان أحلام ومصرحية دكان أحلام هتتعرض على المصرح الروماني بالمدينة التراثية في العالمين الجديدة يوم الجمعة والسبت 23 و24 أغسطس وأحداثهم بالدور في إطار كوميدي خيالي وبتتكلم عن زيارة محل غريب متخصص فيه بيع الأحلام تخيلوا بقى أنتوا تقدروا تشتروا أي حلم أنتوا عايزينه تدخلوا دكان كده وتعيشوا مغمرة فريدة من نوعها بتبدأ من لحظة النوم لغاية ما تصحوا من النوم وأحلام بقى كتيرة مختلفة كل واحد نفسه في حاجة بقى يعني مصرحية في الحقيقة فانتازيا لذيذة قوي وإخراج وتأليف أنس النيلي وبتقدم المصرحية تجربة متكاملة هتجمع ما بين الكوميديا والفانتازيا هتستعرض روح المجتمع المصري وقيمه الأصيلة إحنا في الحقيقة مكملين معاكم فعاليات مهرجان العالمين اللي ما بتنتهيش كل يوم في حاجة جديدة وكل شوية فيه فعاليات وأجواء مختلفة هناك وإحنا أول بأول بننقلها لحضراتكم خليكم معنا وقعوا وتروحوا في أي حد